من امبارح للنهاردة هحكي لحضراتكم قصة الكثير من هذه القصة هطبقوا هنا في مصر ولكن خليني ابدأ مع حضراتكم القصة من بدايتها من امبارح للنهاردة ازمة كبيرة جدا 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 حصلت في الوسط الرياضي فين؟ في فرنسا طيب القصة بدأت ازاي؟ القصة بدأت بعدما قام رئيس الاتحاد الفرنسي بشن هجوم على النجم الاستوري السابق زين الدين زيدان ايه الهجوم اللي عمله؟ رئيس الاتحاد اللي صرته امام حضراتكم على زين الدين زيدان هو الراجل يتكلم عن احتمالات تولي زيدان تدريب او عندما سئل عن احتمالات تولي زيدان تدريب منتخب فرنسا خلفا لديدي شان قال في لقاء انه لم يقابل زيدان ولم يفكر في رحيل دي شام وكمان قال ان زيدان يمكنه فعل ما يريده ده مش من شأني يعني ماليش علاقة يعمل اللي يعمله يروح يدرب البرازيل يروح يدرب كذا يروح يدرب كذا انا ماليش علاقة واشار رئيس الاتحاد اشار لايه اشار انه مش هيرد على اتصالات زيدان التليفونية بعد كده دول الثلاث حاجات اللي اتكلم فيهم رئيس الاتحاد الفرنسي عن مين عن الاسطورة زين الدين زيدان وده قاله امتى بعد ما جدد مع المدير الفني دي دي شام المدير الفني الجديد او الجدد تعاقده مع المنتخب الفرنسي لغاية 2026 فرنسا قامت ما قعدتش فرنسا دنيا هناك بعد الكلمتين اللي قالهم الراجل رئيس الاتحاد الفرنسي ازاي تتكلم كده ازاي تقال هذا الكلام في فرنسا ازاي رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يتكلم بهذا الشكل عن اسطورة من اساطير الكرة الفرنسية من بعد هذه التصريحات حتى اعتذر الرجل هكمل لحضراتكم كل الناس في الشارع وكل الجرائط في فرنسا من انبارح للنهاردة وكل البرامج التليفزيونية بتتكلم في شيء واحد وهو اهانة اسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان وعلى الفور بدأت رسائل الاعتراض والغضب من الكبار انبابي مبارح حالة من الاستياء وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر مثلا قال ان زيدان هو فرنسا وانت بذلك لا تحترم الاسطورة انبابي اتحرك وتكلم عشان رفض ان اسطورة كبيرة زي زيدان يتقلوا كده ويتهان بالشكل ده طب ايه اللي حصل فيه كمان الموضوع لسه مخلصش صحيفة لكيب الفرنسية وصفت تصريحات لوك غي اللي هو المدير او رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بانها غير مقبولة وذلك باحرف كبيرة على صفحتها الرئيسية في عددها الصادر اليوم الاتنين واضافت ان رئيس الاتحاد الفرنسي اصبح يمثل قضية خزية في كرة القدم الفرنسية ده التناول الاعلامي الصحفي وازاي كان فيه تحرك سريع من الاعلام في فرنسا اللي رفض اهانة الرموز مش فكرة زيدان فقط ولكن فكرة كي عدم اهانة الرموز ده كان هيحصر مع اي رمز من رموز كرة القدم في فرنسا او رموز الرياضة في فرنسا اه كمان نجمة منتخب فرنسا السابق وافضل لعب في اوروبا 2013 فرانك ريبري كتب ساخرا من رئيس الاتحاد انا معجب بك ولكن يجب ان تذهب لرؤية الطبيب فورا ثم وضع عبارة زيزو والعالم الفرنسي بجانبه ورس تعبير ايموشن يعني بيعبر عن طلب الصمت بيقول اسكت كمان طلبت اسمعوا اللي جاي دي كمان طلبت وزيرة الرياضة في فرنسا طلبت من رئيس الاتحاد بالاعتذار لزيدان وقالت افتقاد للاحترام بشكل مغزي بشكل مغزي وبيوسيء لنا جميعا كلام اللي انا بقوله لحضراتكو ده كله مكتوب ومعروف الناس العالم كله بيتكلم عن هذا الامر من المبارح للنهار وزيرة الرياضة في فرنسا خايفة على سمعة الرياضة في فرنسا قالت له كده كلام انت بتقوله ده يوسيء لنا جميعا بحق اسطورة لكرة القدم والرياضة ازاي اسطورة من اساطير فرنسا يتم اهانتها الرجل قال ايه قال له اجمعه انا مش حروض بعد تليفونه خلاص يجوا يسمعوا اللي بيحصل هنا ماشي حرجع لكه دلوقتي طيب ده اللي حصل على المستوى الرياضي في فرنسا تخيل حضرتك ايه اللي حصل تاني ده الكلام ده من بارح للنهار ده فقط نادي ريال مادريد اللي كان بيلعب فيه زين الدين زيدان وكان مدير فني ليه واحرز اربعة من القاب وفي دور ابطال اوروبا بقياد زيدان لعبا ومدربا وجه انتقادات للتصريحات للوجري ووصفه ووصف زيدان ده نادي ريال مادريد بيوصف زيدان بانه احد ابرز الاساطير الرياضية في العالم وان هذه التصريحات تظهر عدم احترام لواحد من اكثر الشخصيات التي تحظى باعجاب جماهير كرة القدم حول العالم ويجسد قيم الرياضة بعد ان اثبت هذا من خلال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب بعد حالة الغضب اللي حضراتكم شايفينها دي كلها في اتجاه واحد عدم اهانة رموز او رمز من رموز الكرة في فرنسا الراجل عمل ايه في الاخر رئيس الاتحاد طلع واعتذر وقدم اعتذاره عن التصريحات فاقل من 24 ساعة فاقل من 24 ساعة اللي قادلها بيها بشأن زين الدين زيدان وطبعا التصريحات اللي قالها دي كانت اثارت جدل كبير جدا حول العالم وجاء في اعتذاره انه يود الاعتذار الشخصي عن التصريحات التي لا تعكس باي حال افكاره او تقديره لزين الدين زيدان اللاعب السابق وزيدان المدرب الحالي حقيقة انا بسقف للي حصل وكيفية التناول الاعلامي وكيفية الضغط على الرجل علشان يطلع في النهاية يعتذر وبسقف للراجل انه هو ما كبرش وما طلعش على قناة الاتحاد للفرنسي بالليل وقاعد يشتم لا هو عمل ايه قال يا جماعة انا غلط ما كانتش ده قصدي زيدان اسطورة كبيرة ايه رأيكم في اللي حصل شايفين ردة الفعل كانت في فرنسا ازاي بعد اهانة اسطورة من اساطير كرة القدم طيب لو عملنا مقارنة انا اسف لازم اعمل كده باللي بيحصل عندنا هنا في الرياضة في مصر على مدار السنتين ثلاثة اللي فاتوا ومش عايز اتكلم عن كابت خطيب علشان ما يقولكش انت في قناة الاهلي فبتتكلم عن كابت خطيب ولكن اتكلم عن كابت خطيب باعتباره اسطورة من اساطير كرة القدم في مصر وفي افريقيا وفي العالم العربي اللي امام حضرتك ده دلوقتي بتكلمش على كابت محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي انا بتكلم على محمود الخطيب اسطورة كرة القدم المصرية الحاصل على الكرة الذهبية لاحسن لاعب في افريقيا 83 وواحد من افضل اللاعبين اللي انجبتهم مصر وحصل على العديد من البطولات مع منتخب مصر والنادي الاهلي اللي بيتعرض يوميا قبل بس ما اقول بيتعرض لايه ايضا عايز اتكلم عن اسطورة كبيرة زي النجم الكبير الكابتن حسن شحات اسطورة من اساطير كرة القدم المصرية ونادي الزمالك كابتن حسن شحات يكفي مش هتكلم عنه كلاعب لانه كلاعب واحد من الاساطير الكبيرة جدا في عالم الرياضة في مصر وفي كرة القدم تحديدا وفي نادي الزمالك انا حجيب لحضرتك واحد من الاهلي او اسطورة من الاهلي واسطورة من الزمالك يمكن الكابت خطيب ما يتعرض له ومجلس ادارته خلال الفترة السابقة باعتبره رئيسا للنادي الاهلي فتخيل حضرتك ان كل اللي بيحصل ده بقال ما قد ايه سنة ونص سنتين اكتر شوية اقل شوية مش عايز مش عايز بس اتكلم في هذه الامور لانها هم امور تزعلني انا النهاردة انا النهاردة حضرتكو لما بتكلم بتكلم عن اساطير كرة القدم كابتن محمود الخطيب كابتن حسن شحاتة اهو كابتن حسن شحاتة وكابتن حسن شحاتة ده بيلعب في نيد الاهلي لا او كان بيلعب في نيد الاهلي بالعكس هذا الرجل المحترم اللي عمره ما تلفز بكلمة على اي حد رياضي في مصر ولا في العالم كله رجل المحترم كابتن حسن شحاتة بيتعرض برضو لإساءات كبيرة جدا وحاجات كبيرة جدا جدا هل تحرك احد خلال الفترة السابقة الحقيقة الموقف اللي حصل في فرنسا وانا قاعد بأتابع يعني انا بتابع من ساعة مبارح الحقيقة ما رئيس الاتحاد الفرنسي عمل كده وعمل اقول ايه ايه اللي حيحصل هو ايه اللي ممكن يحصل لقيت ردود الافعال ردود الافعال ردود الافعال الرجل تلع يعتذر قال لكم جمعنا اسف مش قصدي والله هو رجل اسطورة كبير وكل حاجة تصريحاتي فهمت غلط لكن زي ما حضرتكم شايفين اساطير كبيرة في كرة القدم بيتعرضوا دايما ويوميا لتجاوزات فاقت كل الحدود هنا انا هتكلم عن الكابت الخطيب لانه تقدم بالعديد من الشكاوى لكل المسؤولين في مصر هل في حد تحرك هل حصل التفاعل اللي حضرتكم شايفينه على واحد من اساطير كرة القدم انا هنا ما بتكلمش اقداره ومش لا هل الصحف والاعلام الرياضي اتكلم حد اعترض حد رفض اللي بيحصل اتجاه اساطير كابتن محمود كابتن حسن اساطير كبيرة جدا حضرتكم تسمعوا كل يوم انا مش عايز اتكلم في هذا الامر اللي بيحصل برا ان هناك احترام كبير لما فعلوا زين الدين زيدان في حياته كلاعب وكمدرب لفرنسا ولنادي او للاندية اللي لعب فيها هنا تحت كرة لا يتحرك كالعادة مش ده بس اللي ده واللي قبله واللي قبله لا يتحرك وا اعلام بيسير في اتجاه واحد زي ما حضراتكم شايفين والنادي الاهلي او الكابت الخطيب هنا انا اسف مش هقول النادي الاهلي الكابت الخطيب بيعمل ايه بيبعت لمجلس الاعلى للإعلام احنا دايما من خلال النادي الاهلي بيحصل ايه اي حاجة بتحصل كل السبل القانونية بس ما نقدرش نعمل اكتر من كده هل حضراتكم سمعتوا اي حد تلفظ باي حاجة خلال الفترة اللي فاتت مهما كانت الضغوط ومهما كانت انا بس حبيت ان انا اوري حضراتكم مقارنة سريعة ما بين احد الرموز اللي الراجل طلع قال كلمتين كده بس يعني الراجل ما قالش حاجة لك مش هرد عليه في التليفون يعني مش قال حاجة تانية حضراتكم عارفين بقى كم الإساءات اللي بتحصل للكابتن حسن والفلان وعلان وترتان وهنا وهنا ولا في اي حاجة يعني مقارنة بتكشف الوجه الحزين او المحزن للرياضة في مصر احنا عايزين الامور كلها تهدى وعايزين الامور كلها تمشي في اتجاه واحد اللي يكسب يكسب واللي واللي يخسر هنقول له هارد لك ولكن بهذا الشكل وبهذا المنظر اعتقد ان الامور هتبقى مختلفة تماما وحنفضل كده محدش هيسمح ان حد يفضل يغلط 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 وانت تسكت اشتركوا في القناة